بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى سيناء أرض عظيمة مباركة مشى عليها الأنبياء أرض التضحية والفداء أرض العطاء والنماء أرض الخير والباركة أرض الفيروز تحدث عنها القرآن الكريم حديثا يدعو للتأمل مر بها نبي الله إبراهيم وزوجه سارة عليهم السلام ومر بها نبي الله يوسف ويعقوب عليهم السلام ومر بها سيد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعاش فيها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتحدث عنها ربنا تبارك وتعالى وأقسم بها فقال عز وجل والطور وكتاب مصطور في رق منشور وقدم القسم بالطور على غيره من الأماكن لعظم هذا المكان بل أقسم ربنا تبارك وتعالى بها وبأماكن أخرى ربما تكون أعظم لكنه سبحانه قدمها عليه قال عز وجل والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين فقدم القسم بالطور على القسم بالبلد الأمين لما له من المكانة العظيمة عند الله عز وجل وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أرض سيناء حينما تحدث القرآن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة وقد تحدث القرآن عن هذه البلد وعن هذه الأرض حديثا يدعو إلى التأمل قال تعالى فلما أتاه يا يودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إذن هي الأرض التي تشرفت بنزول الوحي على نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أرض الفيروز التي تشرفت بالتجل الأعظم على جبل التجل الأعظم حينما تجلى الله عز وجل على الجبل لما طلب موسى عليه السلام من ربه أن ينظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك إذن هذه المكانة تدعونا إلى أن نحافظ على هذه الأرض وأن نجعلها في عقولنا وفي قلوبنا وأن نفكر في حمايتها بالنفس بل وبالدم وأن نقف خلف قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على هذه الأرض وأن نحافظ عليها من أن يعبث بها أحد من أعدائنا نحافظ على إخواننا في فلسطين ونحافظ في ذات الوقت على قضيتهم وعلى أرضهم وندعو بعدم المساس لحبة رمل واحدة من هذه الأرض المباركة هذه الأرض التي تشرفت بمرور الأنبياء وتشرفت بنزول الوحي على أحد الأنبياء وتشرفت بأنها كانت فيها جبل التجل الأعظم وفيها الأماكن المقدسة والمباركة هي مزار للعالم وفي نفس ذات الوقت لها في قلب كل مسلم ما في قلوبهم لمكة ولفلسطين لأنها هي الأرض التي اغتصبت فحررها جنودنا البواسل بأعمارهم وبأنفسهم ووقفوا ودافعوا عنها بكل بسالة وبطولة فحرروها من أيدي الغاصبين وجاء التحرير بفضل الله تبارك وتعالى ليأخذ العقول والأبصار إلى أن اهتموا بأرضكم وبأوطانكم وحافظوا عليها وابذلوا لها الغالي والنفيس جاء وقت الالتفاف والوحدة وحدة الصف وأن نكون يداً واحدة في مواجهة العدو الوحيد الذي نعرفه جميعاً ولا لنكون أعداءاً مع بعضنا البعض لا للخصومات ولا للكلام الجانبي ولا للشائعات وإنما أقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى أن أصل إلى قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء واجمع شملنا ووحد صفوفنا وحرر أقصانا وارحم شهداءنا وعفو سلانا واشف مصابنا يا أرحم الراحمين اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا للمشاهدة